من جهته أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري أن الدراسة التي أجرتها مملكة البحرين أثبتت فعالية جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم ترخيصها في المملكة الحالات القائمة للفيروس المتحور من الحاصلين على التطعيم كانت أعراضهم خفيفة أو بدون أعراض مقارنة بالأشخاص الذين لم يأخذوا التطعيم فهذه النقطة مهمة اثنين في الفترة ما بين يناير 1 2021 إلى 11 مارس 2021 بلقت نسبة المخالطين الذين يأخذوا التطعيم ويأخذوا جرعتين 13.1% يعني كان عندنا 1102 حالة إيجابية من أصل 8,414 ولم يتم تسجيل أي حالة وفاء بينهم في المقارنة نسبة المخالطين القير متطعمين كانت 26% يعني حصلنا على أكثر من 2246 حالة إيجابية من أصل 8,414 وللأسف حدثت حالتين وفاء ما بين هذه الفياء اللي هي الفياء اللي ما أخذوا التطعيم اللي حاب أقوله أن معدل الانتشار الفيروس وانتقاله من شخص لشخص وشدة الفيروس والوفاء كانت أكثر في الأشخاص اللي ما أخذوا اللقاح بمقارة بالأشخاص اللي أخذوا اللقاح وهذا جدا مهم وأتوقع أن مهم الشخص يعرفه علشان إذا ما زال يعني ما أخذ القرار في أخذ اللقاح هذه الأرقام هي محلية هذه الأرقام موجودة على أرض الواقع تبين على مدى أهمية اللقاح في من انتشاره وفي من حدوث الوفاء